ما يحدث الآن فيه قطاع غزة يمكن على مدار 60 يوم شهرين احنا كل يوم فعلا بنقول تصعيد وأحداث غير مسبوكة تصعيد وأحداث غير مسبوكة وكل يوم بيبقى فيه تصعيد أكتر من اللي قبله بيبقى فيه إدانات عالمية ولكن قوات الاحتلال مستمرة فيما تقوم به على جانب آخر في الداخل الإسرائيلي يا فندم فيه ضغط كبير جدا من الداخل الإسرائيلي إن كان تجاه إعادة الحرب مرة تانية أو استقناف الحرب مرة تانية أو حتى إعادة الرهائن حالة الضغط والغليان في الداخل الإسرائيلي وحدكته حدثنا عنها بشكل أكبر يعني خلينا أقول حضرك أنه فيه متغير حصل بدأ من قبل الهدنة يمكن كان ليه دور كبير جدا فيه إحداث الهدنة أنه فيه متغير مهم جدا عند الشعب الإسرائيلي بات يدرك أنه الحرب اللي دخلتها حكومة نتنياهو هذه الحرب لن تؤتي بحالة استقرار أو أمن حقيقي بالنسبة للشعب الإسرائيلي اللي لن تحقق ما تحدث عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية من أنه الحرب ضد حماس ستمنح إسرائيل مزيد من الأمن والاستقرار بالعكس فيه مزيد من الدماء فيه مزيد من عدم الاستقرار فيه ضغط اقتصادي شديد جدا حاصل دلوقتي على المواطن الإسرائيلي ويمكن ده سبب من الأسباب اللي النهاردة بنشوف عدد كبير جدا من الصحف الإسرائيلية بدأت تتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي توجهها الحكومة الإسرائيلية تتحدث أيضا عن عدد القتلى في جانب الجيش الإسرائيلي ويمكن ده إذا قورن به عدد الشهداء طبعا الفارغ كبير جدا بالنسبة لعدد الشهداء الفلسطينيين ولكن احنا بنقول أنه التحرك الداخلي ده هو أحد أوراق الضغط ولكن ما حدث ويمكن ده شفناه في المبارح وأول المبارح لما بدأت النيابة تتحرك بشكل واضح ضد رئيس الوزراء الإسرائيل وتحرك القضية اللي كانت قبل كده توقفت التلات قضايا اللي بيواجه رئيس الوزراء فيها عدد من الاتهامات من ضمنها الرشوة وغيرها من الاتهامات اللي موجودة في القضايا الثلاث اللي متهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي التحرك ده إن كان احنا بنشوفه ده تحرك إيجابي ولكن احنا بنكلم على التحرك الوضع على الأرض الوضع على الأرض يمكن زي ما حضراتك وذكرته أنه الوضع بيزداد مأساوية صحيح المجتمع الدولي بيتحدث دائما عن رفض استمرار القتال ولكن في النهاية المجتمع الدولي مازال هو الدائم الرئيسي للحكومة الإسرائيلية وده اللي نخلي الحكومة قادرة على أن تواصل المسيح طب هذه النقطة تحديدا عفوا المؤاطعة دكتور محمد حضرتك فكرت متغير هو المتغير الداخل للمجتمع الإسرائيلي هل ممكن نقول أنه فيه متغير آخر أيضا هو المتغير الخارج يعني بعد مرور ستين يوم بدأ التأييد أو الدعم الدولي والعالمي لإسرائيل يتقلص يوم بعد يوم نشوف بعض التصريحات بتخرج من البيت الأبيض بعض عواصم صنع القرار حتى الأوروبية بدأت تقلل من دعمها لإسرائيل هل ده متغير ممكن يساعد في الضغط أكتر على إسرائيل بعد مرور شهرين من الحرب؟ نحن نتمنى أنه يزداد تأثير لأنه التأثير الواقعي حتى كان آخر تصريح لبيت الأبيض يتحدث عن منع حصول بعض المستوطنين على تأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودي رسالة خصوصا لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين ودي رسالة مهمة جدا للداخل الإسرائيلي ولكن هل التصريحات أو التحركات مؤثرة بشكل حقيقي؟ نحن نرى أنه على أرض الواقع غير مؤثرة ليه غير مؤثرة؟ لأنه نحن في عمالية ضغط شايفينها بقالنا نهاردة ده تلت يوم عمالية ضغط شديد جدا على منطقة خان يونس وجباليا والضغط للدفع بأكتر من ستمائة ألف مواطن فلسطيني باتجاه رفح الفلسطينية يعني بنتكلم على أنه رفح هيبقى فيها تقريبا حوالي مليون ونص فلسطيني ده عدد يفوق قدرتها على استعابه ده بالإضافة لأنه أصلا رفح كمان بتعاني بشكل كبير جدا من الوضع الصحي بتعاني من الخدمات بتعاني من أزمات كثيرة جدا هيضاف عليها هذا العدد فهيزيد معاناتها ويمكن ده اللي من نظام الصحة العالمية حذرت منه فإذا التحركات الدولية احنا شايفين آه فيه تغير فيه التصريحات ولكن تأثير التصريحات على أرض الواقع هو اللي احنا لسه لم نلمسه احنا يعني حذرنا كتير جدا يمكن دولة المصرية بالذات حذرت كتير جدا من أنه صناعة قنبلة موقوطة في الشرق الأوسط بهذا الشكل قد تنفجر في وجه الجميع وليس في وجه المنطقة فقط فدي برضو نقطة مهمة جدا كان فيه تباحث بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن هدوء في الشرق الأوسط لكن الولايات المتحدة هي من لديها أوراق الضغط الحقيقية والفاعلة في القضية دي بالذات هل هي بتمارسها؟ احنا بنشوف تصريحات ولكن بنشوف على أرض الواقع وضع مختلف استمرار الجيش الإسرائيلي في ممارسة استخدام القوة وهو لا يدرك نقطة مهمة جدا يمكن دي متغير برضو من المتغيرات في المعركة الخاصة الدائرة في الأراضي المحتلة وهي أن الأرض دايما بتدافع مع أصحابها تحارب مع أهلها طبعا لأن أصحاب الأرض هم دايما اللي ليهم الغلبة الجيش الإسرائيلي إذا كان يتحدث عن صناعة عملية اجتياح شامل هو لا يدرك أن دخول المدن الخروج منها صعب جدا